كيانة للقضية الفلسطينية ومحاولة مكشوفة لتصفيتها هكذا ينظر الشارع العربي لمؤتمر المنام المعروف إعلاميا بورشة الازدهاد من أجل السلام والمقرر أن ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من حزيران الجاري كخطوة جديدة للترويج لصفقة القرن التي تريد الإدارة الأمريكية فرضها في المنطقة في العراق كان رأي الشارع واضحا باعتبار المؤتمر تآمرا على القضية الفلسطينية وانحيازا للمشروع الصهيوني أخفى على الجميع على أن أمريكا لم تكن في يوم ولا أيام تعمل لصالح المنطقة العربية والقضية الفلسطينية وما هذا المؤتمر الذي سوف ينعقل فيه مدينة المنام من يوم الخمسة عشرين والستة عشرين من الشارع الجيران إلا استكمال المسلسل التجاوزات واحتداءات على الجانب الفلسطيني والقضية الفلسطينية لا سيما أن هناك معارضة ودعوات للمقاطع من قبل الجانب الفلسطيني لا سلام للقضية الفلسطينية لا لم يكن هناك توافق بين أطراف هذه القضية والفلسطينيين المرافضين لهذا الموضوع فأكيد ولاية المتحدة الأمريكية ستجعل مصالحها أولا وبعدها أنه أنا أشوف أن هذا المؤتمر سيضر بالمنطقة لأنه سيستفاد من عنده بالأول والأخير هي لولاية المتحدة الأمريكية من أقصى المشرق العربي إلى أقصى مغربه لم تختلف الآراء الرافضة للمؤتمر والمعبرة عن تأييد الحق الفلسطيني حيث أكد مواطنون مغاربة رفضهم لأي مساومة على القضية الفلسطينية فيما تعتزم جمعيات مغربية تنظيم مسيرة احتجاجية رفضا لمؤتمر المنامة بالنسبة لصفقات القرن نحن كما يعرفون المغاربة كاملين نحن موقف دينا تابت وراسخ الدعم للقضية الفلسطينية ما يمكنناش نساوموها نحن وإلا نساوموها مثلا شيو حديث مثلا نحن صفقات القرن مثلا نوافقوش عليها مثلا نعترفوش بيها مكينة أو لمكينة نحن مغاربة الحمد لله كانت تجزب القضية الأولى دينا هي القضية الفلسطينية نحن رافضي لأي صفقة؟ أنا ضدها وتنتمنى الفلسطيني يغلبهم الله وإحنا مية في المية مع فلسطين دي ما فيها لا نقاش الأول ما عندحتهم يعني وسيخرجهم شوية بشوية حرامات دي ما تنطلبوا الله ينصرهم ونصر جميع المسلمين والله يسهل الأمر في السياق ذاته عبر الصوماليون عن رفضهم لصفقة القرن مؤكدين أن ورشة المنامة عد اختبارا حقيقيا لصلابة العرب والمسلمين مؤتمر المنامة يشكل اختبارا حقيقيا أمام الدول العربية والإسلامية حول القضية الفلسطينية لأنه يهدف إلى فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين وأي مشاركة من قبل دول عربية أو إسلامية تعد تطبيعا مرفوضا مع الاحتلال على حساب القضية الفلسطينية أدعو الدول العربية والإسلامية إلى مقاطعة المؤتمر الذي سيترك عواقب وخمة عليها رفض شعبي عربي واسع وتوافق فلسطينيون على مقاطعة مؤتمر المنامة الذي يشكل أولى أدوات صفقة القرن والتي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين بمشاركة دول عربية على تقديم تنازلات مجحفة لصالح الكيان الصهيوني